مبارح وانا مبارح يا كابتن تامر وكابتن رضا بتفرج على مطشاط التصفيات كلها تمام تفرج على غانا والسودان في غانا او قتال من منتخب سودان او محمد مصطفى حرس المرمى اعمال مباراة كدير تعادل السودان في غانا غانا عندها نوطتين من اربع من ثلاث مطشاط مغلوبة مطش ومتعادلها مطشين عكا روحت اتفرجت على تونس وجزر القمر خسرتون سيئة للغاية تونس على ارضها وسط جمهورها وجزر القمر جابت جون وكاد هتجيب التاني كمان في العرضة ومفيش فرص تقريبا ومفيش لعب وبتاع بعد كده لقيت بقى ردود افعال الاعلامين في مصر والمحللين كده انه مصر كتوحشة جدا والمصر مش شايفة قدامها مفيش خطة مفيش معرفش ايه فانا زي ما انت بتقولها كابتن رضا وانا بتفرج موريتانيا فرقة متطورة طلعت الجزائر من كاس العالم من كاس الامم كسبتها موريتانيا فريق قاله 3 دورات و 4 بيوصل لكاس الامم ما حصلتش قبل كده واول مرة يوصل للدور البعد كده كان البطولة اللي فاتت موريتانيا فريق منظم جدا قوي جثمانيا قوي بدنيا قوي تكتيكيا معهم امير عبد المدارد جاي جدا ادري يوقف وده اللي بيدايق الاهلي طبعا يعني فرقة الاهلي ما بفيه فرقة فيش مساحات مساحات ويعودوا الحداشر يدفعوا الحداشر يدفعوا بيضايق كولر بيضايق مسيماني بيضايق اي حد كمن ضرب الاهلي صح ولا طبعا نفس القصة الزمالك بس انا بشاب الاهلي كمجموعه كده اقوى وبالتالي ان انت تكسب موريتانيا 2-0 في ديئة 70 وتقدر تحافظ على الشباكة كمظيفة انا شايف ان المنتخب ادى مباركة ايضا آآ لازم احنا بلاحنا نتكلم فيه ده لازم تشوف المطش كده احنا بس عشان فيه تصفيت حسابات وفي ناس مدعم الكابتن حسام فايه فرصة الاداء مش عجبهم طب هو مش عجبك ليه عشان فرقة بيتلعبك في تقريبا في 15 متر عال18 آآ مش مساحة وكلهم قوي قوي جدا اكتر حاجة بتلاقي العيب المهاري انه يضرب صح يعني في اي اشتراك يروح مديك ايه بنقول ايه انت اما ضربت اهو بقى مكابتين تأمر بقى اه اه ضربت كلنا وما سيبش حد فلما بيدخل في واحدة في التانية يقولك ايه العيب المهاري بيقلق فيبدأ يشير رجله في كل كورة وده اللي حصل في المنتخب في البداية فما كانش فيه مساحات والكورة المشتركة دايما كان فيها عنف شوية وهم هاديين ايه كل اخناقة اللي هم بيتحاكم هم كمان فاهمين بيعملوا ايه كويس بس اعرفتك عندهم لايب كويسة جدا جدا بدليل انه هو لما بدأ يحتاج انه هو يضغط عليك بدأ يعمل اه اه شغل كويس ويبدأ بيتحركه كويس وضيع بعض الفرص ولكن لو هو بيشتغل كده انت بقى عندي ميزة بقى عندي المساحة اللي انا بدور عليها في السبعين ديه اللي فاته صحيح اول مساحة دي ما حصلت تركت صلاحه بقيت شكلك افضل في الحيطة الهجومية يمكن دفاعيا مش افضل لان احنا عندنا مشكلة دفاعية شوية كنا زمان بالقول العيبية ما تقفش على رجالي اتنين وانت رايح للعيب منتخب مصر كله بيقف على رجالي اتنين فاللي بيعدي بيعدي سهل جدا ده في العيب قاعد رأسه عطى 18 وشاطه بشماله دي مينفعش يبقى انت عندك المنتخب واقف واقف دفاعيا شكلا ولكن تنظميا ما بيقطعوش فدي حاجات صغيرة ولكن انا بشوف انخدنا المجمل من المباراة الاتنين صفر انتجا كويسة اشتغلنا على فرقة واقفة قدامي دفاعيا ممكن بيبقاش عندي حلول في شغل تكتك على الاطراف او في نص الملعب اه ولكن انا عندي لعبة تقدر تحايل موسيقى